ما هو عيد الهالوين؟ عيد الهالوين هو عيد القديسيين وهو اختصار لعشية القديسيين ويحتفل به في الواحد والثلاثين من شهر أكتوبر من كل سنة وهو الليلة التي تسبق عيد القديسيين ويستمر الاحتفال لمدة ثلاثة أيام وينتهي العيد بيوم الأرواح ويشار إلى أن الاحتفال بعيد الهالوين ليس له علاقة بالدين في أغلب المناطق في أوروبا هناك اعتقاد بأن كلمة هالوين مشتقة من مهرجان كان معروف باسم سامهين ويلفظ صهون وهو مهرجان تحتفل فيه شعوب السيلتيك قبل ظهور الديانة المسيحية وهو ما يطلق عليهم اليوم باسم الكلت وقد عاشت هذه الشعوب في جميع أنحاء العالم ولكن أتوا للعيش في المناطق المعروفة في الوقت الحالي مثل إيرلندا، إسكوتلندا، وويلز، وبريطاني وتعود أصل عيد الهالوين إلى مهرجان سامهين بين شعوب الكلت في بريطانيا القديمة وإيرلندا الحالية وهو في اليوم الموافق الأول من تشرين الثاني حيث كان يعتقد بأن هذا اليوم هو بداية السنة الجديدة كما اعتبر ذلك التاريخ بداية فصل الشتاء وهو التاريخ الذي أعيدت فيه القطعان من المراعي وتجددت حيازة الأراضي ويشار إلى أن هناك من يظن بأن أرواح الأشخاص الذين لقوا حتفهم يعودون لزيارة منازلهم في هذا المهرجان لذلك قاموا بوضع النيران على قمام التلال لإضاءة مواقذ النار من أجل فصل الشتاء ولتخويف الأرواح الشريرة بالإضافة إلى ارتدائهم الأقنعة في بعض الأحيان وأنواع أخرى من اللباس التنكري حتى لا تتعرف عليهم الأشباح حتى لا تتعرف عليهم الأشباح التي يعتقدون بوجودها وبهذه الطرق بدأ أول ظهور للسحرات والغول والجنيات والشياطين وارتبط ظهورها بهذا اليوم كما أن هذه الفترة هي المفضلة في قراءة البخوت في مسائل الزواج والصحة والوفاة كان الناس ينحوثون القرع أو القرع المضيئة ويستخدمونه كالفوانيس قبل أن يصبح تقليدا مرتبطا بعيد الهالوين بفترة طويلة ولا تعرف أصول ارتباط القرع بالهالوين على وجه التحديد ولكن ما يعرف بأنه تم البدء باستخدام القرع كرمز من رموز العيد في أمريكا الشمالية بعد مع بداية القرن العشرين